موسيقى نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية تونسية نستهلها بالعالمين الشروع في تشغيل محطة إنتاج الكاربايب المرنجية بالتوربينات الغازية بطاقة إنتاج تقريب 600 ميجاوان في متداءة تمكينة تونسية الإفريقي خلبوس يعلن بعث وكالة تونسية لاستقبال الطلبة لجانب هدف تحسين الاجراءات الإدارية وظروف الإقامة أسعار النفط سجل هبوطاً وسط احتمالات تضرر النمو العالمي جراء تثاقم الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة نشرة الظهر من تونسية لنا بكم انطلق رسمياً اليوم انطلاق أشغال محطة إنتاج الكاربايب ببرج العامري بالمرنجية التي تعمل بالتوربينات الغازية لتوفير 600 ميجاوات من الكاربايب في وقت تشهد فيه البلاد طلباً كبيراً على الطاقة الكاربائية قرب 4000 ميجاوات المشروع من تمويل إيطالي وسعودي بكل فتن جمليات تنهيز حوالي 660 مليون دينار انطلق ببرج العامري إنجاز مشروع محطة إنتاج الكهرباء ويعد هذا المشروع خطوة لتلبية الحاجات المتزايدة على الطاقة فضلاً عن تعزيز القدرات الوطنية على إنتاج الكهرباء هذا بش يمكن حوالي إضافة حوالي 15% من الطاقة الإجمالية الموجودة في تونس لكن بش يكون على مرحلتين مرحلة الأولى في حدود صيف 2019 وبالتحديد في أول جوان 2019 بش تكون حوالي 312 ميجاوات تشتغل يعني حوالي نصف هذه القدرة الإنتاجية بش تكون موجود وبذلك الصيفة الجاية نقول عنه زوز مشاريع مش يدخل في انتحيز التشغيل هو نصف المشروع محطة المرنقية ونصف مشروع محطة رادس اللي هي المشروع بكله 450 ميجاوات المشروع الذي تسعى شركة تونسية للكهرباء والغاز إلى استغلال جزء لا ولي منه في الصيفة المقبلة سيخافف من الطلبات المتزايدة على سهلية الطاقة الأمر الذي تفع إلى التزود بالكهرباء من شقيقة الجزائر اللي ثم معناها تبادل معناها هو موجود ومتفقين عليه كان في حدود 200 ميجاوات من التبادل يوم وصلنا أيضا ل300 ميجاوات أو أكثر وهذا معناها فرصة بش نشكله جانب الجزائري وفي الغضون أكد كاتب الدولة أن المشروع الذي يوجد في منطقة فلاحية يسجب لخصوصية نظام البيئي مؤكدا أنه سيوفر على المدى القصير والمتوسط مواطن شغل هامة فضلا على أنه سيسهم في جلب استثمارات كبرى في مجال الصناعات الثقيلة متابعة سير المشاريع الطاقية بولاية بنزرط والحرص على التسريع في إنجازها مثلا محور زيارة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور إلى الجهة زيارة شملت عددا من المنشآت الحيوية والوقوف على أبرز إشكاليتها زيارة ميدانية إلى مشروع تزويد ولاية بنزرط بالغاز الطبيعي كانت أولى المحطات التي أدها وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور في إطار متابعة سير أشغال المشاريع الطاقية بلجها والتسريع في إنجازها الدولة رأت أنه معناها تقريبا إدخال الغاز في جميع المناطق في البلاد، في الجنوب، في الشمال، في الوسط في الكل عدة مشاريع في هذا المجال إن شاء الله من هنا العام يدخل الغاز الولايات بنزرط وهذا هام جدا بالنسبة للمستقبل المنطقة يوصل 15 منطقة بردية بتاع بنزرط وهو بشكون ديبار انطلاق متاع مشاريع كبرى اللي بشتنوه البيرجة وزندوبة بالغاز طبيعي كما تم الاطلاع على منظومة الإنتاج بشركة تقرير النفط التي تساهم في إنتاج المواد البترولية قصد تلبية حاجيات السوق الوطنية وشركة تونسية لمواد التزيد هذه المنشأة الحيوية التي تعمل على تجميع ورسكلة الزيوت المستعملة والتي وعلى أهميتها فإن تأثيرها سلبي على البيئة ما جعل الجهات المعنية تسعى لإيجاد حل قصد القضاء على الغازات المنبعثة من هذه الشركة بالنسبة للكونفزون اللي وقعت في منذر أنه ديمستير هي المتهمة بالدجاجمونت غاز أحنا اكتشفنا أنه سوتولوب هي المؤسسة الأكثر مسبة للتلوث في خاصة على جرزونا أحنا لهنا قدام بروجي بيلوت تقوم به سبيس اللي هي شركة وطنية معناها في سفيقس تقوم به في إطار مشروع بيلوت اللي بش يتعمم المشروع هذي تقريبا بعد ستة شهر بش يسير الفلتراج متاع اللي غاز هذو ما تدارس وضعية المؤسسات التقية بجهة بنزرت كان محور جلسة عمل تم خلالها الوقوف على أبرز إشكاليات هذه المؤسسات وتم في إطار هذه الزيارة افتتاح المقر الجديد للشركة التونسية للكهرباء والغاز الذي تم إنجازه مؤخرا في إطار تحسين جودة الخدمات وتخفيض الضغط على الحرافة صوت أعضاء مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم على مشروع القانون المتعلق بالمؤفقة على اتفاق القرض المبرمي في الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي تونس الرقمية عشرين والفين قد صوت ثمانية وتسعون من النواب لفيدة مشروع القانون فيما احتفظ ستة وعشرون آخرون واعترض خمسة وعشرون بالقانون هذية فما مئتين مليار أخرى ستضعف إلى مئتين مليار رصدتها الدولة في الأربع سنوات القادمة باش الرقمن مكينة الدولة نحب الدولة تتغير الجذرين وهذا هو بداية الإصلاح الجذري والحقيقي وهذا هو قطع دابر الفساد وقطع دابر الفساد هو رقمنة الدولة ورقمنة كافة المسارات الإدارية باش معاش فما كونتاكت ما بين المواطن والإداري وبالتالي وقتها يولي المواطن كل شي يشوف فيه على عينيه هذا اللي باش يمكننا باش نعمل لانتاغوا بعبيلتين معناتها التداخل بين أنظمة المعلومات تاعد الدولة باش يمكننا أيضا باش نقدموا خدمات رقمية للمواطن و باش يمكننا باش نغتيه المناطق البيضاء باش شبكة الاتصالات باش يمكننا أيضا باش تونس تصبح كما احنا وعدنا الدولة الأولى أفريقيا في مجال الاستثمار في الاقتصاد الرقمي في أفريقيا بهدف تعزيز قدرات الفاعلين في الشأن التلموي من أجل ضمان الحماية للنساء والفتيات في المناطق الريفية وتعزيز حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وسياسية إلى جانب تبني مقاربة مبتكرة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة لتكريس مبدأ تكافؤ الفرص ثم أو تم صباح اليوم امضاء اتفاقية هبة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية وتتنزل هذه الهيئة الهبة التي تقدر قيمتها بـ 200 ألف أورو في إطار دعم الجهود الوطنية في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي 17-2020 نعمل به عديد المشاريع خاصة التنموية نحن نعرف اللي فهمها الانقطاع المدرسي حماية الفتيات من تشغيلهن في كمعينات منزليات ونقل المرأة في الوسط الريفي وكذلك التغطية الاجتماعية اللي هي مهمة جدا واللي عنا فيها برنامج كبير برشا اللي هو برنامج أحميني اللي بشيغطي أكثر من 500 ألف امرأة في الوسط الريفي اشتغلنا كثيرا مع المجتمع المدني في تونس وعديد المنظمات والجمعية وإمضاء هذه الاتفاقية ستتلو اتفاقيات وتعاون آخر لدعم المرأة الريفية بحضور ممثلين عن 15 دولة وعدد كبير من الطلبة من مختلف الجنسيات انطلقت اليوم فعالية الدورة الثانية لمنتدى التمكين التونسي الافريقي الذي يهتف إلى تطوير عدد الطلبة الأفارقة في تونس تطوير مجال التعليم العالي والتكوين بما يستجيب لسوق الإفريقية وتكثف عدد الطلبة الأفارقة في تونس هو ما يهدف إليه منتدى التمكين التونسي الافريقي في دورته الثانية الدف هو تطوير الاتفاقيات التي تم توقيعها السنة التي فاتت ثانيا الدخول في صميم الموضوع له وهو شروم المواد والمجالات التي يمكن تطويرهم في مجال التعليم العالي والتكوين وخصوصيات السوق الإفريقي والاستجابة للخصوصيات هذه لدينا تقريباً 55 ألف في التكوين المهني منهم 500 متكون إفريقي قلوا باستبيعها باستحسنوا لهم الظروف لأنه خاصة مثلاً في السلايا ما يروحوش إلى أخير نبدأوا عنها حاجات خاصة بهم هما مثلاً نجموا نفتحوا باب التربوسات لهم في الصيف باستحسنوا يقعدوا هنا هذا الشيء قاعدين نعملوه قرارات جديدة أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف استقطاب الطلب الأفريقى وتدعم العلاقات بين تونس وإفريقيا أهمها أولاً فتح الجامعات العمومية أكثر فأكثر على الطلب الأجانب جديد أيضاً ثاني مهم جداً هو إحداث الوكالة التونسية لاستقبال الطلب الأجانب نحن اليوم كالطلبة يجيوا بحثنا يلزمهم يعيشوا في أريحي يلزم يلقى كريا يلزم يشكون يعاونوا في الأمور الإدارية المنتدى حضره عدد كبير من الطلبة من مختلف الجنسيات كما حضره ممثل مؤسسات تعليمية خاصة بهدف تعرفي بالتعليم العالي في تونس نحن أحدث عن طلب الأجانب في تونس ويمثل مجموع الطلب الأفريق في تونس نسبة 25% من مجموع الطلب الأجانب رقم تسعى سلطات الإشراف إلى مضاعفته في السنوات القادمة نفذ عدد من المندوبين الطبيين والصيادل شبان والصيادل الاستشفائيين نفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة وقفة طالبوا فيها بتفعيل مشروع القانون المعدل المتعلق بشروط استغلالي لفتح السيدليات وإلى أن يكون هذا التقرير جاهز نمر إلى الأخبار العالمية ونتوجه مباشرة إلى سوريا حيث توجه عشرة الأشخاص سيرا من مخيمات للاجئين السوريين في هضبة الجولان نحو السياج الحدود مع المحتلاء الإسرائيلي غير أنهم توقفوا على بعد نحو 200 متر منه بأمر من المحتل الإسرائيلي من جهة أخرى ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف المكثف لأحدى البلدات في جنوب غرب سوريا أودى بحياة ستة أشخاص على الأقل فيما يواصل الجيش السوري هجومه المدعومة من روسيا في المنطقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروح وصيب بها برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمسيرة العودة في ماي الماضي شرق مدينة غزة ومن جهة أخرى شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مدهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية طالت 11 فلسطينيا بينهم أسير محرر سجلت أسعار النفط هبوطا لليوم الثاني بفعل مخاوف من وفرة المعروض كما وردت احتمالات بتضرر النمو العالمي بسبب تفاقم الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة للجلسة الثانية اليوم نزلت أسعار النفط مع انحصار المخاوف من تعطل محتمل لبعض الإمدادات في حين ركز المستثمرون على احتمال تضرر النمو العالمي جراء تفاقم الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة وتراجع العقود الأجلة لخام القياس العالمي مازي جبرينت 32 سنة بما يوازي 0.5% إلى 71.52 دولارا للبرميل بحلول الساعة السادسة وثمان وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينتش ليسجل أقل مستوى منذ السابع عشر من أفريل وكان الخام سجل هبوطا أمس بأربعة فاصل ستة بالمئة وفقدت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي واحدا وثلاثين سنة بما يعدل 0.5% إلى 67.75 دولار للبرميل وكان الخام قد تراجع أمس بأربعة فاصل اثنين بالمئة وقالت الهيئة الحكومية المعنية بالتخطيط في الصين اليوم أن بيكين ما زالت واثقة من تحقيق النمو المستهدف عند حوالي 6.5% هذا العام رغم الاعتقاد بأنها ستواجه صعوباتنا في النصف الثاني منها مع اشتداد الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة تصريحات تأتي بعد يوم من إعلان الصين طبط أن تفيف للنمو في الربع الثاني من العام ومن تسجيل أضعف وطيرة نمو لأنشدة المصانع في عامين في جوان بما يشير إلى مزيد من الضعف في أوضاع الأعمال خلال الأشهر المقبلة مع تنامي الضغوط التجارية هذا ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من سبع مناطق رئيسية للنفط الصخري بواقع 143 ألف برميل يومياً ليسجل مستوى قياسياً عند 7.47 مليون برميل يومياً في أوت وذلك بحسب التقرير الشهري لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادر أمس فيما يبدو أنها محاولات فردية لترميم علاقات عدية تاريخية بين الولايات المتحدة وروسيا تتالى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الودية تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ختم مؤتمر قمتهما الصحفي ما أثار حفظة كبار مسؤولية دولة الأمريكية بيانات حادة لهجة وانتقادات شديدة تهطلت من أفواه مسؤولية دولة الأمريكية والزينة أقلامهما إذا ما اعتبره أخطاء فادحة في تصريحات رئيسهم دونالد ترامب أعقاب قمته مع نظيره الروسية إذ برأت ترامب روسيا من تهمة التدخل في الانتخابات الأمريكية الأخيرة بنفي بوتين ذلك لفظيا والقلامة على الإدارات الأمريكية السابقة في فتور العلاقات بين القوتين العظميين رئيس مجلس النواب الأمريكي بول راين كاتب في حدة نان على ترامب أن يدرك أن روسيا ليست حليفة الولايات المتحدة إذ ليس ثم تأوجه شبه أخلاقية وقيمية بين الدولتين أما جون مكاين سيناتور الجمهوري الأشهر فقد اعتبر مقاله ترامب في المؤتمر الصحفي أسوأ أداء الله وأكثر عروضه المشينة على الإطلاق وبمنطق العداء المتأصل بين البلدين علاق شق جمهوري آخر بالقول إن فرصة سانحة لتحميل روسيا مسؤولية التلاعب بالانتخابات الأمريكية الأخيرة ضعت على يد ترامب فيما أكد زعيم الديمقراطيين الأمريكيين تشاك تشومر بأن ما قاله ترامب إضعاف لدفاعات البلاد وحلفائها وتقوية للخصم روسيا مدير الاستخبارات الأمريكية التي وشهت يوم الجمعة الفارض طهماً لـ 12 ضابط مخابرات الروسية بالتدخل في مجرية انتخابات رئاسة الأمريكية ست عشرة وألفين شدد على أن الجهاز السيادي الأمريكي كان واضحاً فيما يتعلق بحقيقة تدخل روسيا في هذه الانتخابات مجدداً بذلك التأكيد على تورط الإدارة الروسية في الموضوع بلبلة أخرى إذن يثيرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صفوف مواطنه من خارج أرض بلاده هذه المرة أردفها بأسطور على تويتر قال فيها أن تصوراته لمستقبل المزداهر الأمريكي ترتبط مباشرة بعدم التركيز على الماضي العدائي مع روسيا وإن على الدولتين الاتفاق لأنهما القوتان النوويتان الكبريان في العالم في أخبار الرياضة يتابع كل من النجم الرياضي الساحلي وترج رياضي مسيرتيهما القرية في مسابقة كاس رابطة الأبطال لكرة القدم عندما يحل فريق جوارة الساحل بعد قليل ليفاً على منبان السويزيلاندي في الجولة الثالثة لدول المجموعات فيما يستقبل وترج رياضي التونسي مساء اليوم كامبالا سيتيالوغاندي وعمضة متوسط الميدان حمزة حد عقداً بموسمين مع كابر كرة القدم بالملعب التونسي الذي يستعد للموسم الكروي الجديد وكان حمزة حد قد لعب لفائدة الترج الرياضي والناد الرياضي السفاقسي والاتحاد المنستيري قدم فريق يوفونتوس الإيطالي نجمة والبرتغالية الجديدة القادم من ريال مادريد كريستيانو رونالدو إلى وسائل الإعلام حيث تحدث رونالدو عن أمله في تحقيق إنجاز تاريخي مع فريق السيد العجوز على غرار إنجازاته مع مانشستر يونيتد وريال مادريد وكان كريستيانو رونالدو قد اجتاز بنجاح نمس الاختبار الطبي قبل الانتقاد رسمياً إلى الكاتشو الإيطالي من خلال صفقة قدرت بمائة واثنى عشر مليون يورو لمدة أربع مواسم لا أشعر بالحزن لمغادرة ريال مادريد جئت إلى هنا لأجل تحدي جديد في مشواري إنه ناد كبير اللعبون في سني عادة ما تكون وجدهم قطر أو الصين ما أحترامي لهما ولذلك يسعدني جداً لانتقال لناد عريق مثل يوفانتوس في هذه المرحلة من عمري وهذا سبب إحساسي بالإمتنان لهذا الفريق لأنه مدحني فرصة متابعة نسيرتي أما بالنسبة إلى منتخب بلادي فأنا سواصل العمل معه ولأجله ولن أدير ظهري أبداً لمنتخبياً وطني وسألعب معه مرة أخرى لذي خطوة أخرى في مشواري وكذلك الأمر بالنسبة إلى المنتخب البرتغالي نعود الآن إلى تقريرنا الذي جهز الآن حيث نفذ عدد من المندوبين الطبيين والصياد للشبان والصياد للإستشفائيين نفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة وقفة طالبوا فيها بتفعيل مشروع القانون المعدل المتعلق بشروط استغلال فتح الصيدليات هكذا تحدثت الصيدلانية في مستشفى موكنين فوزية الجزيرة عن طول انتظارها لدورها في أن تفتح الصيدلية ذات يوم لتحقق حلم سنوات الدراسة حينما كانت بمعية عدد من زملائها في تجمع احتجاجي أمام مقر وزارة الصحة غير فوزية كثر الذين كانوا في ذات التجمع الاحتجاجي ولسان حالهم يقول متى تدخل وزارة الصحة مشروع القانون المعدل المتصل بشروط استغلال فتح الصيدليات هناك تحدثت على معايير موضوعية نحن ماذا بينا تحدثت على التفعيل صرت أخر موديفكيشون صرت هي 2007 القرار 92 يجب كل عشر سنين يتنقح لسهل الحظ تقول لنا سنين نحاول ننقحه لكن لم يصد حتى شي المطلوب أنه سن مراجعة جدية للقرار 92 نطالب سلطة الشراف بتمرير القانون اللي حذرت فيه الأطراف الكل قبل ما تضغط عليها لبيت القطاع الخاص مطالب تقول بشأنها وزارة الصحة على لسان رئيس ديوان وزير الصحة محمد مفتاح أن السبب التأخير في عدم تفعيلها هو التباعد الحاصل بين مختلف الأطراف ذات السلاب مشروع القانون المنظم لمهنة الصيدلة وإنها أعدت مشروع قانون يستوعب كل المطالب الصيدلة توصلنا الآن إلى مشاريع حلول ترضي نحن نعتقد كإدارة محايدة ترضي جميع الأطراف وتأخذ بعين النظر مختلف المصالح الحلول هذه إن شاء الله نحن سنقدمها في خلال الأيام القريبة القادمة نعرضها نهائيا للنشر وتكون هي قاعدة الحل إن شاء الله هذا عبر المحتجون من صياد الأشبان ومندوبين طبيين وصياد الاستشفائيين عن استعدادهم لخوض تحركات احتجاجية أخرى في حال عدم تفعيل مشروع القانون المنظم لمهنتهم في أخبار الثقافة أجل موعد تنظيم مهرجان الجاز بتبرقى الذي كان مقررا يوم العشرين من جوليا إلى نهاية شارع أوت المقبل ثم الإعلان عن ذلك اليوم خلال نادة صحفية انتظمت بمقر وزارة السياحة وأرجعت الهيئة تنظيمية للمهرجان أسباب التأجيل إلى عدم جهزية مسرح البحر بتبرقى بسبب تواصل الأشغال وأكدت هيئة المهرجان أنها ستحاول المحافظة على نفس العروض التي تمت برمجتها مؤكدة أن عروض البحر التنشيطية ستتواصل في نفس التاريخ لتنشيط الحركية السياحية بالمنطقة شوفنا متصالح اللي هو أشغال هي الحقيقة ما هيش أشغال كبيرة أشغال يمكن تستغرق أسبوع أو ما يزيد شوية على الأسبوع قلنا احنا من نجموش نجيبو فنانين ونجازفو لأن حتى حد من نجم يتحمل المسئولية هذه قلنا لو يقع الإرجاء معناها إلى موعد لاحق قد التربي من هنا لأواخر أوت أو بداية الشهر سبتمبر بش نعمل الدورة هذه في مسرح البحر نهاية النشرة مشاهدين كرام وهذا تذكير بأبرز مجافية في هذه العنوين الشروع في تشغيل محطة إنتاج الكهرباب المرنجية بتوربينات الغازية بطاقة إنتاج تقارب 600 ميجاوات في منتدى تمكين تونسي الإفريقي خلبوس يعلن ببعث وكالة تونسية لاستقبال الطلب على جانب هدف تحسين الإجراءات الإدارية وظروف الإقامة وصعر النفط تسجل هبوطا وسط احتمالات تضرر النمو العالمي جراء تفاقم الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة المشرة وغيرها من الأخبار على بوابة تلفزة تميسية تونسية تي في نقطتها نشكر انتباهكم مشاهدين الكرام إلى اللقاء اشتركوا في القناة